اغلاق ستين بدأسة بالبطانة لتسرب الطلاب والجوع اعترف معتمد محلية البطانة بولاية القضارف علي الشيخ الضو بوجود أزمة حقيقية في التعليم بالمحلية تتمثل في تسرب الطلاب من قاعات الدرس والاتجاه للتعدين والرعي بالإضافة إلى زواج الفتيات في سن المبكرة وقال المعتمد للصحيفة أنهم ناشدوا الآباء والمجتمع كثيرا بضرورة حث الصغار على التعليم وتشجيعهم على مواصلة الدراسة حتى المرحلة الجامعية ولكن دون جدوى مفجرا مفاجأة من العيار الثقيل حين أكد إغلاق أكثر من ستين مدرسة فصلا أو ستين فصلا مخصصة للصف الأول بداعي ضعف التغذية وعدم الإقبال على التعليم وقال إن بعض المدارس شهدت تسربا أفضى إلى اختفاء فصول وكشف التحقيق عن انخفاض عدد الجالسين الامتحاني شهادة الأساس والشهادة الثانوية إلى أربعة تلاميذ للمدرسة الواحدة يعني نبقى في أمر التعليم ربما هذا الجانب المظلم يعني هذا الخبر مفجح حقيقة أستاذ حيدر نسأل لماذا يحجم أهالي البطانة والولايات عن إرسال أبنائهم للمدارس نعم حقيقة هذا خبر مفجح ويشكل مأساة كبير جدا للحقيقة ومسألة الجوع الذي يعاني منه هؤلاء الأيفاع الصغار وليس مسألة تخص ولاية القضارف أو حتى محلية البطانة شائعة في جميع أرجاء السودان حتى في داخل هذه العاصمة وهي مسألة مأساة متطاولة حقيقة أنا شخصيا أذكر أنها منذ أن كان الأستاذ عبد الرحيم حمدي وزيرا للمالية كان قد انتبه إلى هذه المسألة وحاول أن يجري بعض المعالجات لتوفير وجبة إفطار لأعداد كبير جدا من التلاميذ الذين يقضون يومهم الدراسي وهم جائعون وأذكر الصحافة السودانية كانت قد تداولت هذا الأمر المعزن كثيرا جدا ومما أذكره أيضا في ذلك أن شهيد الصحافة الأستاذ محمد طهر محمد أحمد كان أيضا من أبرد الذين وقفوا وقفوا مشرفة جدا في هذا الأمر وكتب كثيرا جدا حول هذه المعاناة التي يعانيها هؤلاء الأيفاع الصغار واستمرت يعني هذا دمن طويل جدا هذه أزمة متطاولة دون أن تجد حلا نهائيا أعتقد أن المسألة هي عيب في حقنا جميعا حكومة وشعب ومجتمع ومنظمات إلى آخر لكن أيضا أعتقد أن هناك بعض التنظيمات الأهلية أو المنظمات الأهلية التي نشأت من أجل حل هذه المشكلة المؤلمة وتوفير وجبة إفطار لهؤلاء التلميذ منها بعض المنظمات أذكر منها مجددون منظمة تدعى مجددون ظلت تعمل ولكن مهما أوتيت من قدرات فهي لن تستطيع أن توفي هذه المشكلة الكبيرة حتى مجددون ذكروا هذا الأمر فارس المؤلمون ذكر أنهم كل ما يواجه الجوع يعني يكتشفوا بأن الواقع يحتاج إلى معالجات أكبر صحيح المشكلة مأساة معيبة في حقنا جميعا حقيقة لا بد من الانتباه لها ومحاولة حلها حلا جزريا ليس في البطانة لكن الأمر في البطانة يبدو أنه تفاقم لحد كبير جدا لدرجة أن تم إغلاق ستين مدرسة نعم هنا معاناة في القرطوم وفي غيرها من الولايات ولكن لم يصل حد إغلاق المدارس بالنسبة للبطانة أنا أذكر يعني كواحد كمخترح للحل أنا أذكر واحدة من ولاية الشرق العل لها البحر الأحمر ولا أجزيم لديها مشروع مشروع محدد التعليم مقابل الغذاء مقابل الغذاء فوتفورو ديكويشن التعليم مقابل الغذاء أعتقد أنه يمكن أن تقدم هذه التجربة لحل هذه المشكلة بنظرك لماذا لم يعمم هذا المشروع هل لمشكل إداري ربما أو وجهه من رفض مجتمعي لا أعتقد أن المسألة يعني تعود لرفض المجتمع ولكن ربما لعدم توفر المال اللازم لتوفيز هذا المشروع المال في كثير جدا من الأحيان يقف عائقا أمام هذا الأمر بالإضافة إلى ذلك أعتقد أنه يعني محاولة رفع الوعي بأهمية التعليم في بعض الناطق السودان تحديدا يعني ليس هناك إقبال أو حماس لتعليم الأبناء لظروف شتى هذه أيضا تحتاج إلى وزواج مبكر للفتاة نعم وزواج مبكر إلى هذا هذه مسألة فقافية أيضا تحتاج إلى عمل ثوعوي وعمل ثقافي لرفع وعي الناس بأهمية كيف يمكن رفع الوعي أستاذ حيدر لو سألنا عن كيف أنا الكيفية هل هو دور رسمي فقط أم هو دور شعبي فقط أم هو دور رسمي هو دور شعبي حقيقة لا بد من دور واضح جدا للمجتمع بكل حيوياته وبكل فئاته أن ينشط في هذا المجال لأنه لا يمكن أن نترك بعض القضايا للحكومة لكي تتصدى لها حتى إن كانت عاجزة أو غير راغبة لا ينبغي أن نتركها هكذا وخاصة مثل هذه المسائل الإنسانية المؤلقة جدا أطفال جيع أطفال مدارس جيع كيف نعلق الأمر على عجز الحكومة وفجلها ثم نجلس نتفرج على هذا الأمر هذه مسألة إنسانية تؤرق يعني تؤرق الضمير الإنساني لا بد أن تتحرك كل الفعاليات الموجودة في المجتمع المعين أو حتى على مستوى القطري كله لمعالجة هذه القضية الإنسانية المؤثرة ربما أستاذ حيدر ليس الجوع وحدهم من يؤنشي أولئك الأطفال يعني سكان القرطوم ربما لا يعلمون كثيرا من لم يزور الولايات ولم يرى لا يعلمون أن هناك عدد كبير من الأطفال لديه مشكلات ربما مرتبطة بالتنشأ للأطفال نفسهم متعلقة بممارسة أولئك الأطفال لأعمال شاقة جدا في مناطق نائية أيضا وهو أمر ضد القوانين وهو أمر ربما لا يعلمه المجتمع أيضا كيف يمكن وقف هذه الظاهرة وهل من الممكن أن تستخدم القوانين في تلك المناطق حتى لو كان في ولاية القرطوم والله القوانين وحدها يعني لا تعالج مثل هذه القضايا المجتمعية لأنه هناك لا بد من دراسة الظروف التي دفعت هذه الأسر للدفع بهؤلاء الأيفاع الصغار للأعمال الشاقة لتحقيق مكسب أو دخل تستفيد منه الأسر لا بد أن هناك ظروفا ضاغطة دفعت هذه الأسر لدفع أبناء هؤلاء الصغار إلى ممارسة أعمال شاقة أعتقد أن المسألة لها هذا البعد هذا البعد لا بد من النظر في جذور هذه المشكلة لا أعتقد أنها يعني دون أي سبب تدفع الأسر بإمنها لممارسة هذه الأعمال الشاقة لا تدخله المدارس للتعليم أو حتى لو كان أدخلته التعليم تخرجه من المدرسة لمساعدة الأسر في تكلفة أعباء المعيشة التي أصبحت مشكلة كبيرة جدا فأعتقد أن أسر المشكلة لا بد من التعرف على أس المشكلة والعمل على حل هذه المشكلة من أساسها وليس بمجرد إصدار قوانين لمنع هذا المدارس لأنه أصلا القانون موجود بمنع عمالة الأطفال قانون موجود ومعروف لكن رغم ذلك تمارس كثير جدا من الأسر في بعض المناطق بشكل واضح دفع أبنائها لممارسة أعمال شاقة ترجمة نانسي قنقر